مبادرة إيجابية تلك التي تم القيام بها في بلدة نورتينجن القريبة من شوتغارت بألمانيا بافتتاح مركزين لاختبار الكشف عن فيروس كورونا أثناء قيادة السيارة وذلك تزامناً مع ارتفاع عدد حالة الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 1112 شخصاً هذه المراكز تسمح باختبار الأشخاص للكشف عن المرض دون حاجتهم لمغادرة السيارة ما يقلل من خطر العدوى في غرف الانتظار المزدحمة أو قاعة الاستقبال في المراكز الصحية ويمكن إجراء ما يصل إلى 100 اختبار يومياً في منشأة طبية واحدة للفحص عن فيروس كورونا وتصل نتائج الفحوصات الأشخاص الذين خضعوا لها عبر الهاتف مباشرتنا في غضون 48 ساعة ترجمة نانسي قنقر